السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتبع فيها رد رجد الغنوشي على تصريحات رئيس الجمهورية الخطيرة بخصوص الاتهامات الموجهة لحركة الإخوان المسلمين بالتخطيط لغتيال رئيس الجمهورية فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة تابعنا برحل كلمة الخطيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال أمضاء اتفاقية يعني دعم العائلة المعوزة والفقيرة من تدعية جائحة كورونا كانت كلمة خطيرة تحدث فيها رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة على الإخوان المسلمين وتهمهم بالتخطيط وقال اللي هو على علم بكل المخططات التي تهدف لغتيال رئيس الجمهورية باستعمل الرصاص القنابل بكل الطرق المهم يتم الوصول إلى هذا الهدف واعتبر قيس سعيدا وجهز إلى الشهادة ويعتبر نفسه شهيد إن مات اليوم أو غدا التصريحات هذه أثرت بلبلا كبيرة وهزة رأي العام الوطني في تونس وكذلك الدولي بما أنه رئيس الجمهورية حكي بنفسه على مخططات لاغتياله وهناك عديد الأطراف اللي ندت بالتطبيع مع هذه الفكرة أو مع هذا النوع من التصريحات تتفكروا الناس لكل الرسالة المسمومة اللي يحكيوا عليها في وقت سابق لهذا الرأي العام بشكل كبير تتفكروا زيدا أكثر من مرة قيس سعيدا حكي على مخططات لاغتياله وقال في تصريح شهير إنهم يسيفروا لبرة مسؤولين سياسيين في تونس ويشتغلوا في الدولة معنى هو عنده مناصف الدولة يسيفروا إلى الخارج للتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية المرة هذه مرة أخرى قيس سعيد يحكي على نفس الموضوع ولكن يقدم بعض التفاصيل ويقول اللي هما يستعملوا الأسلحة والقنابل معنى هكي في المخطط متاحهم وهذا اعتبروا البعض أنه تطبيع وكأنه تولي حاجة طبيعية نحكيوا عليها اغتيال رئيس الجمهورية والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية أو التسميم الرئيس وما إلى ذلك إلى جانب عدة نشطة يحكيوا على محاولات للاغتيال كما منذر قفراش كان أحكيه على مخطط كما العجرودي مدير تحرير جريدة الأنوار زيدا كانت عنده تصريحاته وكشف على مخطط الاغتيال قيس سعيد في جربة وقته ألغى قيس سعيد زيارته إلى جربة وإيقاف تكفيري مؤخرا بصدد قيس سعيد رئيس الجمهورية تحريض على قتله إذن اليوم الاتهامات وأصابع الاتهام موجهة رأسا إلى حركة النهضة ورشد الغنوشي رشد الغنوشي قرر أنه يرد بسرعة بعد ساعات قليلة من خطاب رئيس الجمهورية شفنا تصريحات من هنا وهناك من قيادات لحركة النهضة كما علي العريض مثلاً اللي استبق بين رشد الغنوشي وعلي العريض قال كيفيش يعني يحكي رئيس الجمهورية وإذا كان فما مخططات على الأمن والقضاء إنه يتحرك وإنه يكشف شكون الناس بمعنى آخر حاب يبرأ نفسه يعني ويبرأ حركة النهضة علي العريض مش نفسه يعني كشخص يعني نحكي على الحركة ككل إذن رشد الغنوشي أصدر بيان البيان هذية يجي تفاعلاً مع كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ويتطرق لعدة نقاط من بينهم طبعاً باللغة الدبلوماسية البيان هذا ثمن حرص رئيس الجمهورية على سرعة انفاذ الاتفاقية متاع العائلة المعوزة اللي حكيت لكم عليها وعائلة محدودة الدخل واعتبر الإجراءات هذه تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم المصالح متاحه هذه النقطة الطعم الطعم اللي بدي بها البيان أول نقطة وكأنه معادش قيس سعيد انقلابي ومعادش الإجراءات هذه ما فمش معنى كلمة الانقلاب والاستبداد في هذا البيان فقد تمشي إلى مرحلة ثانية يبدو أن حركة النهضة تقبلت الموضوع وتقبلت الفكرة وقرت أنها تتجيوز أحكية الاستبداد والانقلاب وما إلى ذلك وتقبل بالأمر الواقع وتتعامل مع الأمور على حسب الواقع الموجود النقطة الثانية اللي هي بديت حركة النهضة تغوص في محتوى كلمة رئيس الجمهورية عبرت على انشغالها الشديد لموارد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية الذي نرجو له حسب ما جاء في البيان الذي نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه وتستنكر حركة النهضة تلك المؤامرات وتدينها وتنبه عمومة تونسيين إلى خطورتها وتداعيتها وتداعيتها ودعوتهم كفة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت حركة النهضة اليوم بين موقع من رجل الغنوشي يدعو الله تعالى لحماية رئيس الجمهورية قيس سعيد ثلاثة النقطة الثالثة في هذا البيان الدعوة العاجلة إلى أن تتولى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصن الأمن القوم التونسي هذه فيها برشة نقاط ما بين السطور أولا فيها تكذيب لتصريحات رئيس الجمهورية بمعنى أنت تهمت الإسلام السيسي والإسلاميين ومن يدعونا الإسلام ولكن أحنا نتمنى لك الخير ندعي وربي يحفظك وأكثر منها كنمشيوا إلى كشف المؤامرات وشكون اللي يقف معها بمعنى التبرئة تهمة لنفسها حركة النهضة وبتبعة الحال أتأكد على أن حركة النهضة في نقطة أخرى النقطة الرابعة هي نقطة سياسية تؤكد حركة النهضة إنها تلتزم بالقوانين ولكن حبيت أن نعلق قبل على أن تدعو الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف المؤامرات نحب نشير هوني إلى أن القضاء اللي انتقدوا قيس سعيد في الكلمة متاعه البارح واللي قال فيما قضاء شرافة وفيما قضاء لي وبش يتحاسبوا من بينهم القاضي اللي حكم على القاضية زميلته اللي تمسكتوا في حوزتها مليار وسبعمائة مليون واللي تم أتليق صراحة واللي إلى حد الآن غير معلومة لوجه متاحها الأخبار الحقيقة بخصوصها يعني مضطربة اللي يقولوا مش تلتزير أو ربما غادرت لبلد آخر ولكن المؤكد هو قرر قضائي بأتليق صراحة معنى ما توقفتش نيابة العمومية هذه ناتبية اتليق صراحة متاحها رغم اللي تمسكت في حوزتها مليار وسبعمائة واعترفت انه مش أول مرة اتهرب الأموال يعني مصدر متاع معلومات كيما هكي نجم يوصلنا للشخص أو للطرف أو للحزب اللي يعطاها الفلوس وين ميشيا ما تمش القال قبضة عليها هذا عن أي قضاء يتحدث الغنوشي في هذا البيان انه بشيكش في المؤامرات اللي رئيس الجمهورية يتهم النهضة والغنوشي بالتخطيط لها لاغتياله وقتل رئيس الجمهورية طبعا حركة النهضة زيدة طرقت في هذا البيان إلى عدة أمور من بينها أكدت على أنها تلتزم بقوانين الدولة وتعمل في إطارها واحترام مؤسساتها وتعتمد وهذه رسالة إلى قيس سعيد تعتمد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحل الخلافات وهي دعوة مبطنة إلى رئيس الجمهورية للجوء إلى الحوار الحوار اللي رافضه قيس سعيد أنه يمشي يتحاور مع الأحزاب لدمرة البلاد والسنوات الماضية استجابة زيدة لرغبة الشعب التونسي الشعب التونسي اللي رافض الحوار مع حركة النهضة ومع الأحزاب السياسية ولقيس سعيد أكد في كل مناسبة يتكلم فيها وفي أغلب المناسبات أنه هو ينحاز إلى قرارات الشعب ويعتبر القرار هو للشعب التونسي مش لأي طرف طبعا حركة النهضة زيدة حلقت على الحرب على الفساد في الفترة الأخيرة وأكدت إنخيراتها في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد زيدة تتفصى هوني من المسئولية اللي حملوها لها برشانينس كما رئيس الجمهورية وكما أطرف أخرى بأنها تتستر على الفساد وعلى ملفات الفساد تقول إينا منخرطة في جهد الدولة لكشف ملفات الفساد وأخيرا النقطة سلسة في هذا اللابين تحذر من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية اللي تعمل على جر البلاد إلى عدم الاستقرار والحد من الحريات وانتهيك الحقوق الأساسية للمواطنين وهذه تحكي على الإقامة الجبرية والإقافات اللي تمت مؤخرا ولندت بها حركة النهضة في ساعات ماضية واعتبرتها قرارات تعصفية اشتركوا في القناة